بشكل عام ختاماً مع كل الاختلاف اللي احنا بنتكلم فيه وكل قلقنا وتخوفنا والنظرات الكتيرة وكلنا اكيد في الاخر زي ما حتاك قلت عايزين انه احنا نعدي المرحلة دي بسلام بأقل خسائر في الارواح وأقل خسائر في الممتلكات العامة يعني هكشاف الخروج من الازمة اللي احنا فيها دي ممكن يبقى ازاي؟ يعني هكشاف ايه الحلول يعني ممكن يبقى كذا حل ايوة اول حل ان احنا ننزع فتيل الازمة الحالية ازاي بقى مهجوب فيه جمال كدوة من الفنياش بيه اي 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 انا اقول لحظك ازاي اول حاجة انت دلوقتي المعتصمين اللي موجودين محتاجين حاجتين دلوقتي هل هناك مصلحة دلوقتي فيه خط فاصل بين الجيش وبين المعتصمين في شارع الرشي خرحان وفي محمد محمود وفي العصر عين وفي الحاجات دي فيه مرحلة هدوء يمكن بدأت مبارح يعني فيه هدوء شوية لا بس ده الهدوء مش بس عشان الجدار العازي عشان كمان فيه مجموعة من اعظام عجل الشعب وعشان فيه مجموعة ايوة وفيه عشان مجموعة يعني وصلنا لمرحلة هدوء يعني طبعا الحمد لله يعني بقى ان يومنا هل هناك مصلحة لأي طرف من الاطراف دي كلها احنا كشعب وهما كسوار وهما كعمل ان الهدوء ده حد يضرب على الحد يطوب او حد يعور حد او حد يموت حد هل هناك مصلحة لأي حد في كده يبقى اول حاجة نحفظ على المرحلة حد دي تاني حاجة نطور ده لبدل ما هو هدوء ومعسكرين وحوائط زي ما كون دولتين بينهم حدود نبدأ نتكلم نتفاهم نسمع لمطالبهم انا بقول ان المجلس الستشاري ممكن يقوم بالدور ده يقعد مع السوار ويقعد مع الحكومة والله لو السوار حاسين اللي هم مطالب يعني او ياخد مطالبهم للحكومة او للمجلس الاعلى المجلس الاعلى هيشوف ايه اللي يقدر يتحقق فورا عشان ظروف تانية عشان ظروف اقتصادية عشان ظروف امنية يقولهم والله طب يدوني فرصة بس شهر شهرين نعمل جدول زمني لها جدول مقنع للسوار نرجع للسوار بها والله بس ده كل من غير احتكاكات وما يبديني هاد يا زمي نرجع للسوار والله احنا لما عرضنا فعلا يعني مثلا فيه طلب ممكن يقولك لا ده عايز تعديل تشريعي ده عايز كذا ده عايز مش يعني فيه طلبات معينة نقولهم والله ده ممكن عايزة شهر شهر مش عشان انا عايز شهر كده لا عشان اجراءات القانونية كده نفهمهم ده محتاجة شهر او محتاجة كذا ونقدر نوصل لحل بين الطرفين في هذا المجال الحاجة التانية نكمل الانتخابات باي شكل يا رب عشان البلد تستلمها جهة ديمقراطية والحل التالت ممكن يكون بعد مجلس الشعب يكون جزء من الحلول ان رئيس مجلس الشعب يدير الدولة مؤقتا لغاية ما نسلم السلطة ليجي رئيس مدني ينتخب وسلم السلطة اهم من كل ده وعايز اضيف حاجة ربعة ان نعطي الفرصة لحكومة الجنزوري قد اختلف عليه قد يكون انا مش راضي عنه قد يكون من نظام سابق ايا كان انا دلوقتي مش عايز منه حاجة لا بيعمل لي سياسة ولا بيحدد لمستقبلي انا طالب منه طلبين فقط عايز يرجع لي الامن بسرعة والاقتصاد ويدور عاجلة اقتصاد بسرعة قد يلي الفرصة الفرصة دي قد ايه شهرين تلاتة اربعة مش هيزيدوا باي حال من الاحوال عن ستة شهور بدل معوتهم في الشارع واضرباته والاقتصاد عمل يعمل لا قدموه لستة شهور بعد ستة شهور المشهد ده كله هيتغير تماما لا يبقى فيه مجرس عسكري اه بعد ستة شهور لا مجرس عسكري ولا حكومة الجنزوري ولا اي حد من الحاجات دهيبه موجود بعد ستة شهور يا موسى يا رب استس كمال رايان نائب رئيس تحيير جديدة الاحرار بنشكر حرارتك على عبودك معنا النهارده ونتمنى بقى ان يكون فيه حاجات ايجابية ان شاء الله في مؤتمر دكتور جنزوري اللي بيحصل دهوقتي ونعرف بقى ايه صدى هذا المؤتمر ان شاء الله في حلقة بقى بكرة انتبع كيد مع كل السادة المشاهدين المؤتمر الصحفي المفهود يبتدي ساعة 11 ختاما كده يا رب بقى بقى بكرة يبقى احسن ويا رب يا رب كل المشاكل اللي بنعيش بيها تمر حياة المواطنين غالية علينا كلنا واكيد ما نفسناش نشوف ده بيحصل في بلدنا يعني وفي الاخر اكيد بقى 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 احسن ان شاء الله